السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن عدل من قناة انزبوكس النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر ندمج الذكاء الاصطناعي بموبايل سامسونج جالكسي خمسة خمسين فايف جي فتابعوا مع الفيديو ده لآخر بس قبل اي حاجة ما ننسوش تعملوا اللايك وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وخلينا نخش في الفيديو على طول. اول حاجة هنعملها مع بعض هنيجي هنا على بعد كده نخش على البحث بالشكل ده وبعد كده هنيجي هنا ونكتب شات جي بي تي زي ما احنا شايفين بالشكل ده وننزل النسخة اللي هي التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده اللي هي بتكون بيضاء بعد كده اول لما نسبتها وننزلها هنعمل لها فتح بالشكل ده لاقي ان موجود عندنا فتح شات جي بي تي وكمان لما تيجي تسحب من الاشعارات بالشكل ده هنا هتلاقي موجود عندك شات جي بي تي زي ما احنا شايفين بالشكل ده لو لا توش موجود هتيجي هنا على علامة الالم دي وبعد كده تيجي هنا على كلمة تعديل هتلاقي ان شات جي بي تي مش موجود في القيمة بتاعة الاشعارات هتبحس علىها هنا بالشكل ده كده هتلاقي ان شات جي بي تي موجود زي ما احنا شايفين بالشكل ده هتضغط عليه ضغطة مطولة ونسحبه للاشعارات زي ما احنا شايفين بالشكل ده وبعد كده نضغط على كلمة تم لما نيجي نسحب الاشعارات زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنلاقي موجود عندنا شات جي بي تي هنضغط عليه بالشكل د كده. هتلاقي ان هو بقول لك هنا جار الاتصال وبيسمع الكلام اللي انت بتقوله. هتقول له مسلا دلوقتي شات جي بي تي ممكن تقول لي نكتة باللغة العربية. طبعا. هاي نكتة لك. مرة واحد ذهب الى الطبيب. وقال له دكتور عندي مشكلة. انا عمري عبرين سنة وما عندي شعر على رأسي. الطبيب قال له. بسيطة. تعال شوفني لما تبقى خمسين سنة. يمكن يطلع شعر. النكتة ما عجبتنيش. ممكن تقول لنكتة كمان. هل لديك اي نكتة اخرى او موضوع تحب نتكلم فيه. عايز نكتة عن مباراة كرة قدم. اكيد. هذه نكتة عن مباراة كرة القدم. مرة بريق كرة القدم اتصل بالاطفاق والحقونة. ملعبنا مولع. مردت الاطفاق وقالت اول مرة نسمع ان مريبكم مولع. زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده تقدر انك تتكلم مع شات جي بي تي بكل سهولة ويقدر ان هو يرد عليك. وتطلب منه اي حاجة. عملك كمان ممكن تقدر تضيف بتاع شات جي بي تي من خلال انك تضغط ضغطها مطولة او تسحب بسبعينك دول. وتيجي هنا على التطبخات المصغرة. هتنزل تحت بالشكل ده لحد ما نلاقي شات جي بي تي. وبعد كده هنضغط عليه بالشكل ده ونعمل له اضافة. هنلاقي ان هو انضاف زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اول لما نضيف بتاعت شات جي بي تي لو ضغطت كده على مرسلة. وجيت هنا مسلا وضغطت على علامة الصورة دي. واخترت له مسلا صورة من اللي موجودين عندك في المعرض. وضغطت عليها بالشكل ده. وعدك اعملت اضافة. هتلاقي ان الصورة ظهرت هنا. هتكتب له مسلا اشرح لي ماذا يوجد في الصورة. بعد كتب تغط هنا على كلمة ارسال. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هيشرح لك كل اللي موجود في الصورة بكل سهولة. فانت هنا عندك الذكاء الاصطناعي اللي بقى مدمج جوة الموبايل بتاعك الجلاكس اي خمسة وخمسين وتقدر تستفاد منه تقدر تلخص مقالات او تقدر تعرف كل حاجة موجودة عندك في الموبايل. وكمان تقدر انك تتكلم معاه ويقول لك نكت او مسلا يلخص لك محاضرات او يعمل لك اي حاجة انت عود. بس ده كان ازاي تقدر تضيف الزكاء الاصطناعي على موبايل سامسونج جلاكس اي خمسة وخمسين فايف جي. واشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.